السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احلى اخوات في العالم. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح خاصية جديدة على تليفونات سامسونج اسمها اداة الحظر التلقائي. وهنعرف يبتعمل ايه بالزبط. طيب قبل ما نبدأ في شرح اليوم لو حضرتك اول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب اكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد. واتمنى من كل اخواتي واصدقائي مشاركة الفيديو علشان المعلومة توصل للغير. وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة. اول حاجة من باب مصدقية الشرح لو فتحت واجهة الاتصال وكتبت نجمة شباك زيرو ستة شباك الكود بتاع سامسونج اشتغل معايا زي ما حضرتك شايف كده بالزبط. لما نروح بقى نشغل اداة الحظر التلقائي مفيش اكوادة تشتغل معانا. هنروح نفتح الضبط. ومن الضبط هننزل تحت لحد ما نوصل على الحماية والخصوصية اهي. هدخل على الحماية والخصوصية وبعدين هنزل تحت هلاقي اداة الحظر التلقائي دي في التحديس الجديد. اول ما هدخل على اداة الحظر التلقائي اول ما هنفعلها بالشكل ده هنستفيد بتلات حاجات. اول حاجة ان حضرتك مش هتقدر تنزل تطبيقات من خارج المتجر. يعني لو حبيت تنزل اي تطبيق من خارج المتجر مش هينزل معانا. طب ايه تاني? تاني حاجة هنا بيقول لحضرتك يتم حظر الصور المشتبه في احتوائها على برامج ضارة في تطبيقات المرسلة. بمعنى يعني لو في صديق بعت لحضرتك صورة مشبوهة مش هتفتح معاك. طب تالت حاجة لو حبيت تعمل سوفت وير للتليفون من من كابل خارجي مش هيعمل. يعني اي سوفت وير عن طريق بواسطة اليو سي بي مش هيعمل معانا. طب نروح بقى نجرب الكود اللي احنا شغلناه في اول الفيديو. لو فتحت واجهة الاتصال وكتبت نجمة شباك زيرو ستة شباك مش هيشتغل معايا. لكن لو رحت بقى طفيت اداة الحظر التلقائي هعمل لها ايقاف تشغيل. وبعدين ايقاف تشغيل. وروحنا كده جربنا الكود. نجمة شباك زيرو ستة شباك. فتح معايا الكود بدون اي مشاكل. وبكده يكون انتهى شرح اليوم. اتمنى ان اكون افدت حضرتك ولو بمعلومة. ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك. اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.